اشتركوا في القناة اللي هو بعنوان الرابط الكيميائي يلا كده هنبدأ بقى سئلة الكتاب المدرسة تعالوكو ده يلا نحلها واحدة واحدة طيب السؤال الاول يقول لك اختر الاجابة الصحيحة للاسئلة من واحد الى تلاتة رقم واحد ايا مما يعبر عن ترابط ايوني بقى عايز من في دول في الاختيارات دي يعتبر رابطة ايونية احنا انتفانى يا مصدر ان الترابط الايوني بينتج عنه جزئات مركبات ليه لك لانه بينشأ نتيجة التجاذب الكهرابي بين كاتيوم موجب لزارة فلز وانيون سالب لزارة لافلز طب يعني فلز ولافلز يعني موجب وسالب فتعالا كده نبص على اول واحد بيقولك هنا البوتاسيوم اللي هو كاي ده عندك هنا ده كاتيوم موجب اه بس خلي بالك بقى هو المفروض هنا حمل شحنة موجبة يحمل شحنة موجبة ليه لانه عندك فقاد الالكترولول في المدارة الاخير وهو احنا اصلا احنا بنبنيها على اساس تركيب ليوس فانت المفروض بتركيب ليوس انت عندك المفروض يا مصدر ان البوتاسيوم ده هو اللي هو كاي مفروض كاي كده بتركيب ليوس كان المدار الاخير بتاعه انت لما توزع تسعتاشر كانت اتنين اتنين تمانية تمانية واحد كان المفروض اخر واحد فالواحد ده لما اجي عمله بتركيب ليوس هيبقى كده تحط كي وتحط حوالي واحدة واحد كده عليه طيب الواحد ده هو هيعمل في ايه يا مصدر بمينوفلز هيفقده فلما يفقده خلاص لما يجي يتحول لايون المفروض بقى مش هيبقى حوالي حاجة هيبقى كي بس قال لك يعني هيبقى كده لما يجي يتحول لايون هيبقى كيه وافتح القصين حوالي كده اهو واقفوا من القصين كده وحطوا على اشارة واحدة موجبة ده كده كاتيون موجب ده كده كاتيون موجب فاذا هنهم ادهول كده بيبقى حوالي 8 وعلى 10 موجبة لا ده غلطة كده خلي بالك بقى ركز في الحتة دي طب نيجي للتاني هنا ديت هنا هم هنا في مش مش كاتيون موجب ولا انيون سالب مفيش لموجب ولا سالب ده هنا رابطة تساهمية قال لك بديت رابطة تساهم برضو ده مرفوض بيزن الاجابة هنا برضو دي كده مرفوضة لان الترابط الايوني بيبقى لازم موجب وسالب طب تعالي هنا رقم G هنا موجب وسالب اه نشوف كده بتعندك الليسيوم انت كاتيون موجب يا لسيوم ايوة انا كاتيون موجب تحمل اشارة موجبة واحدة ايوة يبقى انت فقدت الالكترون اللي في المدارة الاخر اللي عندك صح كده هنا ما حاولوش الالكترونات لينه لان الليسيوم عندك عدد في الزر تلاتة لما تيجي توزع التلاتة المستوى كهياخد اتنين والمستوى اللي هياخد واحد فاصبح عنده في المدارة الاخر واحد فلما نجي نعمله بتريكة لوس هينكتب كده وتروح جاي ممثله نحط فوق تحتي من شمال هنحط الواحدة عليه فهو هنا بيفقد الواحد ده لانه فلز فلما يفقد الواحد هيتحول ليه ايون كاتيون موجب في مثل الال اي موجب دي جات منين تمام طيب البروم عندك البروم اه حواليه تمام البروم ده اصلا لا فلز من الهالوجينات الهالوجينات كلها لما تيجي توزحها هتلاقي اخرها سبعة طيب السبعة محتاجة تكتسب لانها لافل الزت لافل الزت بتكتسب الكتروaroين هيتم فلما تكتسب السبعة محتاجة كم عشان توصل لتمانيا لواحد الكترون فهتحول الي انيون سالب قدامك خوب قال لك اهوا هو يبقى بقى حوالي تمانيا بعد ما اكتسب قدامك يبقى هنا في كاتيون موجب وانيون سالب اه هيتم ايزا الرابطة الانوية decorative بين كاتيون موجب وانيون سالب. دي طبعا ما فيش لموجب ولا سالب لان دي رابطة تساهمية. يبقى دي برضو ما تنفعش. يبقى ازا الاجابة عندك هتبقى رقم جي. عندي بعد كده رقم اتنين يجي يقول لك ما الصيغة الجزائية للمركب الناتج عن ارتباط عنصر ايه من الفلزات بتاعة الاقل. لا فلزات الاقل. هيبقى ايه ده من فلزات الاقل مع عنصر بيه من المجموعة الستة ايه. طب هي استة ايه ديت. قال لك دي طبعا مجموعة ستتاشر استشر ديت من اللاف ال الزات. لان لما تجي توزع الستة ايه ديها يعني بتعادل في الحديث ستاشر لمه تجي توزع الستاشر هتلاقيها اتنين تمانية مستوىий ايه اخدتنين المستوى ياخد تمانية المستوى ام هياخد ستة هتلاقي اخرها ستة طالما انت اخرك خمسة او ستة او سبعة ايبقى انت نوعي لا فلز يبقى نوعي ايه لا فلز مش احنا اخدان الكلام ده في الدرس اه طب يبقى ازا العنصر بدأ لا فلز عرفت دلوقات يا مصدر ان هو لا فلز ممتاز طيب وعندك العنصر ايه هو خلص ولا ايه اللي هو فلز من الاقلاب بقول لي بقى ايه تبقى الصغة الجزائية اللي انت جايه ركز بقى انت عندك اي صغة جزائية سنة اولى دايما تبدأ بفلز الفلزات هي اللي بتزبقى اللا فلزات يعني ما ينفعش تقدم اللا فلز على الفلز لا وحنا بنكتب الصغة من الشمال اليمين كده بتبدأ بالفلزات الاول يبقى العنصر ايه هو اللي لازم يجي في الاول من على ايدك الشمال كده ايه 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 ما هو كلهم يا مصدر اقول لهم من كده ماشي مزبوط كده اول خانة طب نتفق بعد كده بقى نشوف بقى انت عندك ده من الاقلاب الاقلاب بتبقى وحاديت التكافؤ وحاديت الايه التكافؤ يعني احاديت التكافؤ يعني بص كده لما اجي اكتب الصغة عندك هنا هنكتب مسلا العنصر ايه هو وباكتب التكافؤ بتاعه تحته يبقى هنقول احاديت التكافؤ اكتب واحد طيب اه عندك العنصر بيه هنكتب جنبه بص كده دي طريقة كتابة الصغة يعني وهنا قلنا في المجموعة ستة ايه ستة ايه ديات يعني اخرها ستة الستة ديات يبقى لا فلز يعني احنا محتاجة تكتسب كام بحتاجة تكتسب اتنين يبقى ازا تكافؤ سناق او ممكن تقول تمانية ارا اكتب والستة هيديك الاتنين عادي يبقى تكافؤ سنق اهو ماشية طيب بعد كده لما بناجي نكتب الصغة بنعمل مقص بنبدل ده بياخد بتاع ده وده بياخد بتاع ده نكتب الصغة من الشمال من هنا كده نبدأ بايه اللي هو الفلزي بصغة chancellor هي تطلع لي ايه هياخد بتاع لقصده عملنا مقصها هوا اخد بتاع اللقصادو هنا لواء اسمه ايه اسمه اتنين يبقى نكتب جنبه اتنين. وبعدين بيه هينكتب اهو. هياخد بتاع اللقصادو. بيه هنا لما عملنا مؤسسة هياخد بتاع الايه? الواحد. الواحد بص كده في الصيغ ما بينكتبش. الواحد ما بينكتبش. بس انا بقى عارف ترمو العنصر مش مكتوب جنب حاجة يبقى معناها واحد. خلاص? يبقى الصيغة اللي طلعت لها تبقى ايه تو بي. في هنا في الاختيارات ايه تو بي? او الواحدة دي مرفوضة. هنا ايه تو بي ايوة هي دي الاجابة اللي احنا اللي طلعت لنا هنا ايه. في امتك الصيغات من ايه? طب اما هنا طبعا ايه بي تو لا ايه بي لا. طب يبقى ازا الاجابة عندك هتبقى رقم بها. طب عندي بعد كده رقم تلاتة يجي يقولك ترتبط زرة من العنصر اكس مع زر يبقى دي زرة واحدة من اكس يبقى زرة من اكس مع زرتين من الهيدروجين. اه يبقى زرة واحدة من اكس رتبطت مع زرتين من الهيدروجين. كما بالشكل اهو. يبقى هنا اتش و اتش وارتبطوا مع زرة اه اكس. ماشيين? يبقى اكس ارتبطت مع زرتين هيدروجين جميل. يبقى انا خلاص انا واضح لي من الشكل كده ان ده ارتبط تساهمي. ده ارتبط ايه تساهمي? لان اكس انت عندك اتنين اربعة ستة. تمانية. مكتمل او عندك الهيدروجين مكتمل برضو الاتش عنده اتنين. والاتش دي عندها اتنين. ازا كده خلاص هم في ترابط تساهمي. يبقى ايه ما نوع الترابط? يبقى اوتوماتيك خلاص يا مصدر انا عرفت كده ان ده ترابط تساهمي. طبعه ما مشاركة ومساهمة بالالكترونات يبقى ده ترابط تساهمي. مفيش لايه. لا موجب ولا سان. لا ده مشارك. يبقى ازا ايوني هستبعد اي كلمة ايوني? هستبعد اي اختير في كلمة ايوني. يبقى انا عندي اتنين بقى فيهم تساهمي. بس ركز بقى. هل هو تساهمي? يبقى لك ما رقم المجموعة بتاعته العنصر اكس. العنصر اكس ده مجمعته كام? طيب هو انت عندك اكس اه خد من الهايدروجين واحدة. خد من الهايدروجين واحدة وخد من الهايدروجين التانية دي واحدة كمان. يبقى هو اكتسب اتنين. يبقى هو كان اصله في المدار الاخير كان في كام? قبل ما يكتسب كان في ستة. طب الستة ديت يبقى انت نوعك لافلز انت يبقى انت كده طالما اخرج ستة يبقى انت المجموعة بتاعتك كانت اسمها ستة ايه. اللي هي المجموعة ستاشر. يبقى انت كنت وقع في المجموعة ستة ايه. خلاص كده? اه. قالك يبقى انت كان اخرج ستة لو احنا شلنا الواحد بتاع الهايدروجين اللي مشارك به هنا. وشلنا الواحد اللي الهايدروجين مشارك به هنا. وجدت عد الباقي بقى اللي زرق واحد اتنين تلائة اربعة خمسة ستة بقى وكان حوالي ستة ستة دي احنا قلنا المدر الاخير الالكترنات اللي فيها نفسها رقم المجموعة فانا لقيت ستة في المدر الاخير يعني معناه انت وقع في المجموعة ستة اي يعني مجموعة ستة شرب الحديث فهنا انت تساهمي والمجموعة ستة اي اي وهي دي الايجابة انت تساهمي وفعلا المجموعة ستة اي خلاص طيب عندي بعد كده يجي يقول لك من المركبات المعروفة الماء والميسان جميل ده مركب المية اللي هي مركب رمزه اتش تو او وعندك الميسان س اتش فور ده المية بقى المية هي رمزها اتش تو او وعندك الميسان اللي هو رمزه س اتش فور جميل يقول لك يبقى ايا منها يعتبر من المركبات العضوية احنا اتفقنا مصر ان المركب العضوي بعرفه ازاي بيبقى فيه زرات الكربون مع الهيدروجين كربون مع هيدروجين يبقى المركب العضوي تعرفه ازاي لو لقيت كربون مع هيدروجين تولي على مركب عضوي هنا الاتش والاو لا هنا الكربون مجاش مجاش هنا يبقى ده المية دي مش مركب عضوي اما هنا في الميسان سي الكربون اهو والهيدروجين اه دول ابرز حاجة اتعرف ان ده مركب عضوي يبقى الميسان عندك ده مركب عضوي يبقى ازا هنا المركبات العضوية هنقول له مين هنقول له هو الميسان يبقى الميسان لواء سي اتش فور يبقى سي اتش فور اللي هو اسمه الميسان يعني هتكتب له الميسان بقى زي ما هو مدولك بالعربي كده طيب عندي بعد كده رقم اتنين وضح كيفية ترابط الزرات في جزئ المركب غير العضوي اه منهما بطريقة لويس طب المركب غير العضو اللي هي المية المية ديت مركب اه تساهمي ماشي يبقى يبقى دي بترتبط بالرابطة تساهمي اللي هي عبارة عن ايه انت عندك اتش ركز معي كده اتش تو او ده كده جزء المي لما نيجي نفككه بس كده يتفكك كده اتش وبعدين بينهم زائد لاننا هعمل رابط او وبعدين زائد وبعدين اتش يبقى زرة اكسوجين مربوطة مع زرتين هيدرجين كل واحدة من دي انت عندك هيدرجين عددو الزر واحد الاكسوجين عددو الزر تمانية الهايدرجين العددو الزر واحد تعال يلا كده هنعمل آآ رابطة تساهمية مع بعض تركز معي كده انت عندك هنا يا باشا الهايدرجين هنعمله بطريقة تركيبه لاوس يبقى هه نكتب الهايدرجين انت عددك الزر كمية عمل لما جاء وزعك هنهوزع بلحدة المستوى كي هاخدوا عب حلته شها لا واحد يبقى هنعمله كده نعمل عليه الكترون واحد كده. زاد قبلتني هحطها زي ما هي اهو. وبعد كده الاو هكتب الاو رمز العنصر ينكتب او. وبعدين التمانية دي لما تيجي تتوزع هتتوزع اتنين ستة. هناخد الستة دي هعملها بتركيب لوز. يبقى بنعمل التركيب لوز كده فوق تحت يمين شمال ارجع جاوز. انا فوق تحت. بس كده الستة توزعهم يا مستر اتنين اربعة ستة. خلاص كده. كده الستة بتوعيت وزعه. طب بعد كده حط زي التاني احيان. بعد كده الهيدروجين دي اللي عمله بتركيب لوز هنكتب الاتش رمز العنصر ينكتب الاول وبعدين عدد زر واحد يحط عليه نقطة واحدة اهو. طيب وبعدين النتيجة بنعمل سهم كده عشان ادي النتيجة بقى. اركز بقى. انت عندك هنا يا اكسوجين انت حوالك كام? انا حوالي SETة? يبقى انت محتاج كم عشان توصل الى تمانين? انا محتاج اتنين. وانت يا هيدروجين انا عندي واحد. انت محتاج كم عشان المستوى بتاعك يا كده ده بيقول لك انا بجبع. ما دفعش تاكني سندوتش واحد. هبقى جعلس انا ماش بعتش. يبقى انا عشان اجبع انا محتاج سندوتش اين? يبقى انت H muحتاج واحد وانت يا او محتاجة واحد من الاتش. يبقى انا هحط لل او واحد وال او هتحط لي واحد. يبقى احنا كده اللي اتنين باع عندنا زوج من الالكترونيات. ونفس الحكاية هنا. ال او هتحط الاتش دي واحد والاتش ده هيحطوا لل او واحد. فبقى عندهم زوج من الالكترونيات. فاللا بقى نكتبها يبقى هنا هتبقى اتش. الرابط هيتتساميها كوانا. وحط في النص كده شرطة. الشرطة دي معناها ان هي بينهم الكترونين. خلاص كل واحد حطي الكترون من عنده. وقو. يبقى كده بينهم الكترونين هو. طيب. وهاجي هنا هروح جاي بكمل قو بقى. انت عندك هنا قو هيبقى في اتنين عندها فوق ما نساومش. اتنين بتوح حالي فوق دول ما ننومش علاقة والاتنين اللي تحت بهم. يتحطوا زي ما هم. طيب. وهنا الالكترون اللي هنا فوقها هتشارك مع مع اتش بي. هنا هتروح جاي نحطين شرطة برضو. يعني رابطة سامية واحدة. ونحط اتش. يبقى الشرطة دي معناها الكترونين. الكترونين. والشرطة دي معناها الكترونين. يعني رابطة سامية واحدة. يبقى كده الاتش بقى عنده اتنين. خلاص هو اكتمل. الو عندها كم عندهم كده دي واحد اتنين. ودول كمان اتنين يبقى اربعة. ودول كمان اتنين يبقى ست. ودول كمان اتنين يبقى تمانية. كده الو اكتملت كمان هي. طب نيجي للاتش ده عنده اتنين برضو ما الشرطة دي يعني اتنين يبقى اكتمل يبقى تلاتة اكتمل تلاتة اكتمل يبقى ازا هتبقى هي ديت الصيغة الجزئي ايه بتبقى هتبقى هي ديت الترابط هي دي الايه الترابط بطريقة لبس بها هي الخطوة اللي احنا عملناها دي طيب تمام اه عندي بعد كده رقم تلاتة يقول لك الجدول المقابل يوضح التوزيع الالكتروني لزرات اربع عناصر اربع عناصر قدامك ايه توزيع كيه اتنين اللي اتنين بيها تبقى اتنين تمانية تمانية سي اتنين تمانية واحد دي اتنين تمانية سبعة بقول لك ما العنصر الذي يكون يكون الجزئ منه سناء الظرة اه الجزئ الواحد يكون سناء الظرة طب انت عندك الجزئات بتكون سنائة الظرة في الهالوجينات افتكر كده اللي هي المجموعة سيفن ايه المجموعة سيفن ايه اللي هي اسمها الهالوجينات قالك ديت الجزئات بتاعتها بتبقى صناقية الزر تبقى صناقية الزر فهنا مين في دول من الهالوجينات انا بعرف المجموعة من اخر مدار انت اخر كم يعمل اخر اتنين يبقى انت تبع المجموعة ايه يبقى انت كده تبع الاقلاء الارضي يبقى لأ مش انت تبنيجي هنا انت اخر كم من اخر تمانية يبقى انت تبع الغازات الخاملة برضو مش انت انت اخر كم من اخر واحد يبقى انت تبع الاقلاء لأ مش انت برضو. انت اخرك كام? اه انا اخري سبعة. يبقى انت تبع المجموعة سيفن ايه? يبقى انت كده تبع الهالوجينات. يبقى انت كده تبع الهالوجينات. ممتاز. طيب. طالما تبع الهالوجينات. الهالوجينات كلها بتبقى جزائيات على نصرة سنقية الزر. يعني بتكون من زرتين. يبقى ازا هنا العنصر هيبقى دي. يبقى اللي جابة عندك كده هتبقى قديم. طب رقم اتنين اكتب الصياغ الجزائية للمركبات المحتمل تكونها منازل عناصر. طب انت عندك ايه? ده لافلز. اللي اخره سبعة ده لافلز. حدد بقى انواع العنصر دي كلها. يبقى دي لافلز زات. طالما اخرها سبعة. الاخر واحد ده فلز. ماشي? من الاكل. لا طبعا. عندك الاخره تمانية ده غاز. غاز خامل. طيب عندك الاخره اتنين ده فلز برضو. من الاكلية الارضية. ممتاز. انت عندك من اللي بيتحد مع بعضه? الغازات الخاملية هنستبعد لانها بتخشش في ايه تفاعل. يبقى خلاص البي ده مستبع. يبقى اللي هيدخل في تفاعل مع بعض يا ايه ودي يا اما سي ودي. فهنا الصغر الجزائي اللي ممكن تطلع من هنا انت عندك ايه? ايه ده اخره سبعة. يبقى انت تكافؤك احادي. يبقى انت هتجيب حاجة برضو تكافؤها واحد زيها بس فلز. يبقى ازا الاقرب هتبقى سي. لان هي اخرها واحد. لما هتجي تستبقى تفقد الواحد من اللي هيكتسبه منها هتكتسبه السبعة. وصلت فبقت تماني. يبقى ازا سي دي. يبقى سي دي الصغر الجزائي المحتملة هنا هتبقى سي دي. ادي دي صيغة. فلز ولا فلز. طيب. ممكن كمان ايه مع دي. هي المهمة فلز ولا فلز. ممكن كمان ايه مع عادي بس خلي بالك بقى زي ما قلت لك. انت عندك هنا لما هتجي تكتب السيغ هنقول ايه? بس كده تكتب السيغ ايه? وهنا دي بتكتب العنصر التاني. وبتكتب تكافؤ كل واحد تحته. انت هنا اخرك يا عم كم ان اخر اتنين يبقى انت تكافؤك ايه سونا ايه? وانت دي اخرك كم اخر سبعة يبقى انت تكافؤك احادي لان انت هتكتسب الكترون. يعني لو بنعرف التكافؤ ازاي لو لجيته اكتر من اربعة في الاخر بتطرح من تمانية. يعني تمانية انا السبعة يديك كم واحد. فهنا تكافؤه واحد. خلاص? اما هقل من اربعة باخد رقم المجموعة اللي هو رقم المدار الاخير. هنا اتنين تتحط اتنين زي ما يتكافؤها اتنين. وصلت? طيب. فهنا هنعمل بعد كده مقص بنبدل بقى. نعمل مقص. فالمقص ده بيبقى الايه? هياخد الواحد. يبقى ما بينكتبش. يبقى ايه? وبعدين الدي ينكتب. ياخد بتاعه اللقصود. الدي هنا اللقصود مين? اتنين. يبقى ياخد الاتنين يكتبها جنبه. يبقى دي كده. تاني الصيغة ممكن تطلع من المركب ده اللي هي اي دي تو. اي دي تو. في امتجات من اين? طيب. يبقى اول صيغة اسمها سي دي. ماشيه? لو كتبتها بنفس الطريقة كده هتبقى احادي واحادي. خلاص ما ما بين يعني خلاص هو الواحد ما بينكتبش. وهنا اي دي تو. بالصيغة التانية. طيب يلا سؤال الرابع يقول لك اكمل المقابل بمناسبة من شحنات الايونات ومكوناتها الزرية. طيب انت عندك هنا اه البروتونات سبعتاشر. هو مدي هنا. لكن هي تكون كاما. هو هنا مديك البروتونات. العدد الكتلي اللي هو عدد ان يوكلنات سبعة وتلاتين. اطرحهم بقى. اطرح سبعة وتلاتين مقص سبعتاشر. اه انت عندك سبعة. من سبعة دي كده صفر. وعندك تلاتة ناقص واحد يديك اتنادي. يبقى دين عشرين. طيب الالكترونات. انت عندك الالكترونات ده كده ايون سالب. ان هو بيحمل شحنة سالبة قدامك فوق ايه? طيب معنا ان هو ايون سالب يعني معناها اكتسب. طيب ما حمل شحنة واحدة يعني معناها اكتسب الالكترون. طيب اكتسب الالكترونية يعني معناها ان المفروض كان الالكترانات بتاعته هتبقى زي البروتونات. البروتونات عاملة سبع طوشك. طب دي الاصلية بتاعة الزر例えば تحول الايون اكتسب واحد فبقت السبع عشر دي هنزود عليهم واحدة هتبقى كفام هتبقى تبدو تمنطاشر. يبقى هنا هو عايز الالكترونات اللي في الايون. لا وضع الحالة مش في الزر هي كانت في الزرها هتبقى عاملة سبع طوشك. بس هو اكتسب عليهم. بقت السبع عشر دي لما اكتسب على واحد بقى التمنتاشر. طب النيوكلونات النيوكلونات مجموع البروتونات مع النيترونات. مجموع البروتونات والنيترونات. طب اجمع بروتوناتك كبشة ونيتروناتك يديك النيوكلونات. اجمعك السبعة وصفر هي السبعة. وعندك واحد واتنين يديك تلاتة. خلاص? اللي هي النيوكلونات هو العدد اللي فوق ده يعني اللي هو سبعة وثلاثين. طب تعال انجيب اللي بعدها. انت عندك هنا مديني البروتونات حداشر. يبقى البروتونات هي نفسها العدد الزري بين كتب تحت هنا كده 하지ato طيب النيترونات اتناشر ومديك الالكترونات عشر اسtamه لك عد city النيوكلونات ديها العدد الكتل اللي المفروب بين كتب فوق ماشي طب جميل بس خلي بلك بقى وهنا البروتونات متدها لك حداشر وهنا الالكترونات متدها لك عشرة وانت عندك قاعدة المفروض البروتونات بتسوي الالكترونات ان لا بس هنا مستر البروتونات حداشر والالكترو عشرة يعني الالكترونات اقل من البروتونات طالما الالكترونات اقل يبقى ده ايون نوعه ايه قالك لين وبيقول لي شحنة الايونات كل اللي قدامك ده الايونات يبقى طالما الالكترونات هي اللي هي اقل من البروتونات يبقى على طول الايون اللي قدامي ده مصدر ايون موجب ايون ايه موجب يحمل شحنة موجبة واحدة لان هي هنا آآ قلت الكترو قالت ايه الكترو من حداشر بقى عشر يبقى هنا فقد الالكترون يبقى احمل شحنة مجابة واحد. طب النيوكلونات بعرف النيوكلونات ازاي? قالك اجمع البروتونات مع النيترونات. واحد واتنين يديك تلاتة. واحد واحد يديك اتنين. يبقى تلاتة وعشرين. خلاص? ده اللي هيبقى الصوديوم يعني. طب جميل. طب تعال كده اللي بعده. هنا مديني النيترونات ومديني الالكترونات بعشرة ومديني النيوكلونات بتسعتاشر. مديني النيوكلونات بتسعتاشر طيب هي تسعتاشر دي انا كنت باجيب النيوكلونات ازاي النيوكلونات دي كنت باجمع البروتونات اللي هو الرقم اللي هنا كنت باجمع في رقم هنا كده اللي هو البروتونات زائد النيترونات طيب يبقى انا كده انا عايز اجيب اللي فوق البروتونات مش بديها لسهلة اطرح يا باشا دول من بعض يديك دي لك تسعتاشر لما نقص منهم عشرة هيتبقى تسعة يبقى هنا يا باشا البروتونات بتاعتك عاملة تسعة. فانت بتجمع زي شغل دماغك. طيب. يبقى هنا طالما البروتونات بتسعة يبقى اوتوماتيك هنكتب العدد الزرة هيبقى تسعة برضو زيها. طيب. انت يا عم ايون ايه عم? ابص على بروتوناتك والكتروناتك. انت عندك بروتوناتك تسعة والكتروناتك عشرة. يبقى الالكترونات اكبر من البروتونات. الالكترونات هنا اكبر من البروتونات. طالما الالكترونات السالبة اكبر يبقى ده ايون سالب يبقى يحمل شحنة سالبة واحد لان العشرة تزيد عن التسعة بواحد فيحمل ايون سالب ايه يحمل اشارة سالبة لانه ايون سالب طيب تعالى كده علي بعضه هنا مديك البروتونات بعشرين والنيترونات مش مدهالي ومديني الالكترونات ومديني النيوكلونات طب سهلة تعالى عندك بما اني مديك البروتونات بعشرين يبقى العدد الزر هنا عشرين نكتب هنا عشرين ممتاز طيب النيترونات كنا بنجيبها ازاي كنا بنطرح المفروض العدد الكتلي اللي هو النيوكلونات ده ناقص العدد الزر يبقى النيوكلونات ديت اه النيترونات عشان اجيبها النيترونات اللي هي المفروض الرقم اللي هنكتب يعني كنت بطرح الكتلي ده اللي هو النيوكلونات اللي هي الاربعين هشيلها من العدد الزر اللي هو المفروض هنا العشرين يعني يبقى اربعين ناقص عشرين يديك كمال لك يديك عشرين يبقى هنا عدد النيترونات هيكون عشرين. عدد ان هيكون ايه? هيكون عشرين. وصلت? طيب. هنا بقى انا عايز اعرف ده اي يوم موجب ولا سالب. بص على البروتونات وبص على الالكترونات. دول اللي يحددوا لك. هنا يا باش البروتونات كام? الموجبه عشرين. وهنا الالكترونات السالبة كام? طمانتاشر. يبقى هنا الالكترونات السالب اقل من الموجب. العشرين اكبر من الطمانتاشر. يبقى العشرين ده اشارته موجبه لانه بروتونات. يبقى الروح فوق احطين اشرة مجابة كده. طب بس العشرين هنا بتزيد عن التمنتشر بكان باتنين. العشرين بتزيد عن التمنتشر باتنين. فهنحط مجاب وجنبها اتنين. وصلت? يبقى مجابة اتنين. لان هو هنا يكون فقد فقد الكترونين اتنين. خلاص? طيب. يجي لك بعد كده الشكلان المقابلاني والضحاني الهيكل الكربوني لمركبين من المركبات العضوية. ما هيئة الهيكل الكربوني لمركبين? طيب. دي كده اه كربونة اتنين تلاية اربعة خمسة. ده كده شكل خماسي. زرات كربون خماسي. دي سلسلة متفرعة. يعني بص كده ماشي معك كده. ماشي معك كده اهي. وكمان متفرعة هنا كمان اهي. اهي اهي اهي. يبقى دي كده اسمها سلسلة ايه? متفرعة. يبقى دي لما هنيجي ناخدها دي هنسميها سلسلة. سلسلة. متفرعة. طيب. عندك بعد كده. هنا. قالك دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة دي اه خمس زرات كربونة بس دي عملالي حلقة. مقفولة. مقفولة قدامك ايه في شكل حلقة. هي. شايفت شكلها حلقة مقفولة ايه? قالك يبقى دي هنقوله. اه دي كده على شكل حلقي. اللي قدامك ديت هنقوله ايه? هنقوله شكل حلقي. يبقى دي كده على شكل حلقة. حلقي. طيب تمام. عندي بعد كده يقول لك من عناصر الجدول الدوري. ان سبع لوال نيتروجين مجين ماغنسوم اتناشر ايه ال الالمونيوم تلاتاشر اس ستاشر الكابريت بخمستاشر الفسفور كتسعتاشر لوال البوتاسيوم. بقول لك ملعن صوران اللي زين يمكن ان يتحدى معا لتكوين مركب سنائي الزر. مركب سنائي الزر. طيب. العنصرين اللي هم يقدروا يتحدوا مع بعض طبعا على اساس التوزيع انا هاعرفهم. انت عندك هنا السبعة. آآ يعني لما هتيجي توزحها هتبقى اتنين. خمسة. الخمسة دي هاته سلاسية التكافق محتاجها تلاتة. الاتناشر دي هتبقى اتنين. تمانية اتنين. عندك التلاتاشر دي هتبقى تلاتة. عندك الاس ده اللي هيبقى اتنين تمانية ستة. اتنين تمانية ستة. عندك الفسفور هيبقى اتنين تمانية خمسة. عندك البوتاسيوم هيبقى اتنين تمانية تمانية واحد. ركز بها معا كده. عندك هنا عندك هنا من العنصر بنبقى اللي يمكن انهما يتحدوا مع بعض براها. طيب انت عندك هنا بص كده معي عندك ده اتنين مستوى ده كده انت عندك لا فلز الخمسة دي باشا انت لا فلز الاتنين دي فلز اه التلاتة دي فلز الستة دي لا فلز الخمسة لا فلز ده فلز. طب براها. انت عندك علشان نكون مركب يبقى هتبقى لا فلز مع فلز. بس بص بقى. انت عندك هنا مثلا ناخد الفلز مثلا نقول الماغنسوم. الوقت اتنين تمانية اتنين. يبقى انت اتنين يبقى انت صنقي التكافؤ. طيب. اه اللافلزات اللي تنفعك انت هنا ده صنقي التكافؤ والخمسة هنا يبقى محتاجة تلاتة. لا يبقى دي ما تمشيش معدي. طيب يبقى هنا انظار على اللافلز كمان انت اخرك كامل اخري ستة. اه ان الماغنسوم يفقد اللي اتنين والستة تكتسب اللي اتنين. يبقى الكابريت يكتسبهم منه. يبقى ازا الماغنسوم مع الكابريت يمشوا مع بعض. يبقى ازا الماغنسوم والكابريت. يبقى هنا العنصرين ممكن نقول الماغنسوم. هو ام جي وعندك الكابريت. اس ستاشر. وهنا ام جي اتناشر. هدي دي ممكن اول عنصرين. طب نشوف حاجة تاني. الالمونيوم هنا في لز اخرج تلاتة اوه. يبقى انت محتاج برضو حاجة تكتسب منك التلاتة دي. ماشي اتنين تمانية تلاتة تلاتة مستهد. ندور لك على لفلز. عندك الفسفور اتنين تمانية خمسة. اخرج خمسة اوه. يبقى انت هنا تفقد التلاتة بتوعك. ومن اللي ياخدهم منك اللي ياخدهم منك اللي معا الخمسة. يكتسب التلاتة ديت عشان يكمل نفسه يبقى تماني. يبقى عندك الالمونيوم والفسفور. عندك ال تلاتاشر. وعندك بي خمستاشر. ماشي. طيب. تمام. اه. فهنا في كل تلاتة هتطلع لمركب فعلا سنق الزرة. يعني عدد الزرات في اتنين. ليه بقى? بص كده. لما اجي اكتب الصيغة هفهم لك كده بقى واحدة واحدة. لما اجي اكتب الصيغة في ادهم. فهيبقى هنا تكافؤ سلس نكتب تلاتة تحته. ونيجي هنا عند البي. البي هنا اخرها خمسة. هنقولنا لو عدد خمسة في ما فوق بنطرح من تمانية تطرح اخر رقم ده من تمانية يديك التكافؤ. تمانية ناقص خمسة يديك كم تلاتة. يبقى ايزا بي برضو تكافوها تلاتة. او ممكن تفهمها كده ان الخمسة محتاجها تلاتة عشان توصل لتلاتة. تكتسب ثلاتة. فاللي هتكتسبه هو ده التكافؤ برضو. يبقى ثلاتة الكت什麼. بعد كده كنا بنعمل مقص وانحنا بنكتب الصيغة بنعمل مقص. بعد ما نكتب التكافؤ بتاع كل عنصر بأعمل مقص. فبيبدأ الصيغة من الشمال من هناك كده من اي 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 اي. يبقى الصيغة هتطلع اي 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 اي. وصاديك كام باخد التلاتة بتاع الجاري. اهي. three. وبعدين هنا نكتب ال b. تاخد التلاتة بتاع جاريتها التاني. يبقى اختصر. لو اتكافأت متشابهة او تقبل اللي اختصر على بعض بنختصرها او نبسط. فهنا التلاتة فعل واحد. وهنا على التلاتة فعل واحد. فالصغر انها ايه اللي هتطلع لي هتبقى ايه? ال. والواحد ده ما بينكتبش خلاص هنفهمها كده. والبي برضو جنبها واحد وخلاص مش هينكتب. يبقى الصغر انها ايه هتطلع لي ايه ال بي. ايه ال بي. فعلا ده مركب او. قالك بيكون من زرتين او هنا عدد الزرات كده اصبح اتنين او ايه ال وبي عدد الزرات اتنين. خلاص? تمام. طيب بيجي يقول لك رقم اتنين استنتج العلاقة بين عدد الكترونات المستوى الاخير في زرات هزيلة عناصر ونوح. طب برا عدد الكترونات المستوى الاخير والنوع. طب انت عندك هنا عدد الكترونات بتاعت المستوى الاخير خمس. يبقى انت نوعك ايه 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 اي نوعك لا فلز. كده. طيب يا بي. يا فسفور انت اخرج كمان اخر خمسة. يبقى انت نوعك بردو لا فلز. نقولنا خمسة ستة سبعة يبقى لا فلز. طيب. يا بوتاسيوم انت اخرج كمان اخر واحد. يبقى انت نوعك فلز. بش بش كده. طيب. عندي بعد كده. آآ يجي لنا القارن في جدول بين خواص المركبات التساهمية. الخواص بتاعة المركبات التساهمية وخواص المركبات الايونية. طب براح انت عندك المركبات التساهمية والمركبات الايونية. نبدأ اول حاجة بالمركبات الايونية. المركبات الايونية كان محللها ومصورتها كانت بتوصل الطيار الكهرابي. قال لك اما المركبات التساهمية المحل المحلل بتاعتها او معظمها عندك لا يوصل الطيار الكهرابي. يبقى المركبات التساهمية بتوصلش طيار كهرباء. طيب المركبات الايونية كان اه درجة انصارها وغليانها مرتفعة. اما المركبات التساهمية درجة انصارها وغليانها منخافضة. تمام? عندك المركبات الايونية معظمها كان بيدوف في الماء زي الملح. المركبات التساهمية لا. معظمها لا يزوف في الماء. عندك زي مثلا الزيت في الماء ما بيدوبش في الماء الزيت. اللي كيبقى دي كده اسمها خواص المركبات الايونية والتساوي طيب عندي بعد كده تعاني ادخل بقى الله في اسئلة كتاب الامتحان طبعا انا بشرح لك السؤال واحدة واحدة فده بياخد وقت شوي الشرح بتاعه في ايه رأيكم نقسم الحلقة دي على جزئين احنا النهاردة حلنا اسئلة كتاب المدرسة نخلي اسئلة كتاب الامتحان الحلقة الجان شوالله عشان ما نطولش وقت الحلقة يلا نكتفي بهذا الكاتر السلام عليكم